موضوعنا بقى اللي هو الشهير النهاردة اللي هو تيبس أو تجمد الكتب عايزين نقف هنا وتشرح لنا إيه المصطلح ده وليه هو موجود بشكل كبير بالذات في السيدات بيظهر جداً زي ما حق نوهت إن معظم سيداتنا أو في مرضى السكر أو في تقدم السن بيحصل أو الأفق الاستعمال المفرد للمفصل وأكتر حاجة كمان من الحصة في سن الشباب إن ممكن عشانطة اليد دي تشيلها على كتفاها بإسلوفة على عضلات هذين ممكن يحصل اختناء للأعصاب ما بين العضلات منهم أشهرهم درس الاسكابلور نيرف وأهملنا في علاجه تمزق الأربطة وتمزق العضلات الأول ده ممكن يظهر وعدم العلاج السليم ليه يحمل لنا مشكلة كل دي أسباب بتؤدي إن تتفاقم مواد الالتهاب في مكان في المفصل الكاتف فلما تتفاقم تتراقم كل دواف الجسم يتفادى حركة المفصل فبالتالي يتراقم أكتر مواد التهاب تتراقم أكتر الإديمة اللي هو التورم اللي حاصل يزيد أكتر فالعيان يتجنب الحركة فيحصل التيبس بعدش بعد فترة من الزمن طبعا العيان ما بتحركش إن الحركة فينها حد ذاتها علاج يبتدي هذا التراقم يتحول إلى كالسيفيكيشن وكالسيوم ويترصب عليها فلغاية ممكن يحد تماما من حركة المفصل شون كده مهم جدا أنه تدخل بدري تمام وده برضو هنتكلم عليه كتير في الأدواء في العلاج إن شاء الله بإذن الله في هذا الموضوع ناخد الصورة اللي بعدها يعني الصورة دي برضو موضوع تكلس أوطار الكتب بنسمع الإسم ده كتير بنسمع فيه علاج كتير لعلاج تكلس أوطار الكتب عايزين نعرف برضو بحقيك إيه الموضوع ده التكلس هو ترصيبات من الكالسيوم بتحصل في مكان الالتهاب هو محاولة من الجسم للعلاج فبيزود الدم الواصل للمكان المشكلة من ضمنها التكلس هو وسيلة دفعية من الجسم هو بيعملها فيزود الديبوزيشن متاع الكالسيوم على الأوطار في لغاية لما تتحول إلى لأنها مصدر ألم ففقنها أنها مصدر ألم فبيحاول الجسم خطأ أنه يجنب حركتها عشان ما تكونش هي كمان فبيحط عليها الكالسيوم ده معنى كلمة التكلس التكلس دوت إحنا ممكن بالتداخلات المحدودة زي ما قلت حقيق أرجحها إلى أن الجسم يستفيد منها أحولها لمواد مفيدة الجسم أو الروباط يستفيد منها ويرجع لطبيعته مرة تانية